مرحبا بكم في الموسم الثاني من سلسلة صوتها Her Voice من Mastercard والتي توفر منصة للنساء الملهمات لخلق المزيد من الأثر والإلهام العابر للحدود بصوتهن وقصصهن الملهمة التي تستحق أن تروى ضيفة اليوم هي فنانة صاعدة عرفت واشتهرت بصوتها العذب وبأدائها الفصيح لأغاني الموسيقى العربية الثرية بعناصرها الإقاعية ونصوصها الشعرية صوت متعدد اللهجات والأوطان والمشاعر أروى السعودية سعيدة بتواجدك معنا اليوم أروى أهلاً وسهلاً ويقام شكراً على الاستضافة وسعيدة جداً للالتفات على المواهب السعودية الصاعدة متفائلة أنها رح تكون حلقة ثيرية إن شاء الله إن شاء الله تستحقين أروى السعودية كيان عاطفي حساس وفنان هكذا تصفين نفسك في بايو وتويتر متى كانت الانطلاق الفعلية لأروى السعودية ولماذا اختارت الغناء بالفصحة تحديداً؟ متى كانت الانطلاقة تقريباً قبل سنة وكانت انطلاقة نوعاً ما غير مخطط لها كيف؟ يعني شاركت مقطع في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وخلال أسبوع فجأة المقطع انتشر يعني انتشر انتشر صراحة جميل ما كنت حطه في بالي واتفاجأت اتذكر جسد شهر احاول أسوي بروسس للموضوع لكن يعني الحلو في الموضوع أني كنت جاهزة فنية هذا النقطة المريحة جهوزيتك ممكن نرجع فيها لطفولتك صحي طفولتك كيف كانت ما بين الفن واللحن والكلمة؟ بنت المسرح أنا كنت يعني من هنا صغيرة يعني كان لي تخرج وأنا في التمهيدي كان ما عندي السنين الأمامية وموجودة كنت ما أعرف أنطق حرف السين وكنت لسه أمسك المايك وأغني وقتها فأحب المسرح وأحب أغني وأشوفها وسيلة تعبيرية بالنسبة للأرؤ ومن هذيك الأيام من أيام الطفول لما كنت تعتلي المسرح كنت تشوفي نفسك في يوم من الأيام حتى تعتلي أهم المسارح وتغني لأهم المطربين وإن شاء الله يكون عندك أهم الأغاني من إصداراتك أنت شخصيا كنت دائما أشوف نفسي أني بكون مغنية وبيكون عندي شهرة مرة كبيرة دائما أشوف نفسي حتى كنت لما أشوف البرامج حق المواهب أول ما بدت قبل عشر سنوات كنت أشوف نفسي بينهم يعني طفلة صغيرة بس أشوف نفسي بينهم أحس هذا مكاني هذا شيء أشوفه من أول ومين في فنان أو فنانة أثرت فيك من أيام الطفولة؟ من أيام الطفولة كنت تحبي تغني لها أو تغني لها؟ كنت أسمع الكثير من وأنا صغيرة طبعا أسمع الأم كلثوم طفلة أسمع الأم كلثوم أسمع القراء يعني عبد الباصد عبد الصمد تخيلي كنت أسمعه كل صباح أنا رايح للمدرسة أروح للمدرسة أقلت بالضبط هو كيف كان يقرأ يقرأ فعندي عندي هذا الحماسة عندي هذا الحب وترى من سن صغير أنك تكوني بتسمعي للقراء والموشحات والشعر والنصوص النثرية هذا إن دلدل أنه كان لكي أو تربيتي في منزل فيه ثقافة فنية بشكل موسع الثقافة لغوية أكثر وأنا تربيت على في بيتي يحب اللغة العربية بيتي يحب القصيد فلغويا يعني دائما أنا أسمع كلام إيجابي إن مخارج الأحرف عندي كويسة ولغتك سليمة ولغتي سليمة حمد الله وهذه كلها على البيئة اللي أنا كنت نشأة منها هل صحيح أنت حافظة للقرآن؟ صح وهذا السبب الأول في مخارج الأحرف السليمة والتجويد وسلامة فهم المعنى للقصائد والموشحات يعني هو كلها أساسنا أحنا كمسلمين عندنا القرآن بعدها نبدأ القصائد العربية قصائد العصر الجاهلية بعدها إلى ما نوصل لقصائدنا الآن فهو الأساس هو مرجعي في الحفظ السريع في سلامة النطق في الفهم للقصائد برضو فهم السريع للقصائد ولما تفهميها تأديها بشكل يوصل بإحساس جدا قوي اليوم لما تغني على المسرح وتغني الموشحات والشعر العربي الفصيح هل يوصلك الإحساس أن الفصحة مقبولة أو محبوبة لدى عامة الناس أم نحن نتحدث هنا عن فقط النخبة؟ وهو هذا اللي أنا أفكر فيه يمكن أكون أنا سبب في أني أوصل للجيل الجديد بحبهم اللغة العربية يعني أنا أحس يعني بالفترة الأخيرة نسينا نسينا أصل اللغة هذه وكأنها ستندثر للأسف فعلا أتمنى أني أكون سبب في أني أرجع لو بنسبة قليلة للجيل الجديد لهذا نوع من الفنون هل ترين أنه قربت الجمهور للفصحة وقربت الفصحة منهم؟ يعني في من جمهورك يجي يقولك ما كنا نحب الفصحة حبناها منك سماعة كثير جدا وهذا المبتغى وهذا المبتغى فعليا المطرب محمد عبدالوهاب كان شديد الثقة باللغة العربية الفصحة وصدر في أوراقه الخاصة من دار الشرق بعد وفاته أنه كان يعتقد أو يجزم أن اللغة العربية الفصحة والأغنية العربية بالفصحة ستكون هي أغنية المستقبل هل تشاركيه نفس الإيمان والاعتقاد هذا أن هي لغة المستقبل اللغة العربية 100% أنا كفنانة شعودية لما أغني بالفصحة أنا أقدر أوصل للمغرب أقدر أوصل للجزائر أقدر أوصل لتركيا أنا اتفاجأت يوم فتحت تويتر حقي ألقى عندي إعجاب من بنت تركيا انبسطت أني أنا وصلت لهم يعني فوسيلة انتشار وتاريخ تاريخ يبقى لا يندثر لا يندثر ويعود من جديد وبقوة يعني شوفي إحنا للحين جاسين نسمع أغاني أم كرثوم أغدا ألقاك والأطلال وأغاني كثير من محمد عبدالوهاب مسافر ونزادها والخيال مضناك والكثير باقي للحين إحنا نقدر نسمعها ونقدر نستشعرها ونحس فيها في حياتنا اللي قعد تصير جميل لما نجي نتكلم على أصول وتقنيات هذا النوع من الغناء وتحديدا مخزون ومرجع الموشحات لابد أنك تكوني وصلتي في مرحلة في حياتك أنك ركزتي على دراسة هذه الأصول والتقنيات أين أنت اليوم من دراسة هذا النوع من الفن الغنائي؟ أول ما بديت كنا نبدأ بموشحات صباح فخري فحفظناها وحفظنا إقاحها زمن الإقاح حقها كيف ينطق فكانت هي الأساس لنا أنا أين وصلت في العلم هذا يعني أنا أرى أن صوت الإنسان مثله مثل العود العود لما تخلينا وقت طويل ما تعزفين فيه الدوزانة يخرب يتغير صوتها نفس الشيء مع الصوت البشري فإحنا دائما نحتاج للتدرب نغني ونستكشف مساحات جديدة من صوتنا وأنتي الآن أروا وين وصلتي في هذه المساحة؟ يعني أعطيتي نفسك فرصة أنك تطلعي أغاني خاصة في كي تصدري ألبوم خاص بكي أما زلت تعتلي المسارح وتغني لأشهر المطربين والموشحات والشعر العربي والآخرين أنا أحب أني أغني الموشحات والأحيي الأغاني العربية اللي زمان ما سمعناها بس برضو شغالة على ميني آلبوم راح يكون من كلمات شاعرة روض الحاج سودانية راح يكون من أميرة الشعراء عيشة السيفي فرح يكون ميني آلبوم جميل جدا بإذن الله بإذن الله نتمنى لك كل التوفيق وبالنسبة لي أغنية لك أسمع لقاء السحب جميلة جدا 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 جميلة أسمعها إيش تحسي لما تسمعيها؟ حلوة تنقلاتها كثيرة تدخلين من حالة طرابية إلى حالة نشوة سعيدة تخاطب فيها كل أنواع المشاعر ترى أنت لما تسمعيها ما تقدرين تحددين بالضبط الكلمة هي تقصد إيش بس تحسين تحسين بشعورها صحيح وهذا الشعورة هذا جمالها بالضبط أروى إلى ماذا تطمح؟ أطمحني أكون صوت سعودي عالمي وأرى الكلمة هي اللي راح تكون سبب الكلمة الحلوة الكلمة اللي كل أحد يقدر يفهمها ويستوعبها أرى أنها هي راح تكون السبب إن شاء الله لهذا النجاح إن شاء الله هل تؤمن أنه الصوت الحسن هو ما يحتاجه الفنان؟ لا كيف لازم يخطط للمستقبل؟ كثير يعني كثير في فنانين أتوقع حتى أنت يعني كل أحد عندها هذه الفكرة أصواتهم عادية جدا لكن قوة الإحساس والاختيار الجيد للكلمة واللحن سبب كبير جدا في نجاحه وبرضو يحتاج كريزما يحتاج مشاعر يحتاج حضور إحنا لما نتكلم عن الحضور والكريزما لابد أن نتطرق إلى أيضا نوع من أنواع الذكاء العاطفي الذكاء الاجتماعي ماذا عن الذكاء الغنائي؟ متى يكون المغني عنده ذكاء غنائي فني؟ إذا قدر يسترجع مخزوم مشاعره القديمة يعني أنا لما أبغى غني أغنية مرضى أحبها وما أعرف كيف أقدر أحس فيها أروح أسترجع أقرب موقف يلقم هذه الأغنية تلقيني في نهاية الأغنية أنا طاقتي انتهت طاقتي استنزفت استنزفت جدا بعد هذه الأغنية فأحس إنه استرجاع شعور حلوة استرجاع مواقف جميل من المخزون من المخزون العاطفية الذاكرة لما تسمع نفسك تنتقدي نفسك أو تخلي غيرك ينتقدك من طبعا الأساتذة والمعلمين اللي أنت تدربي معهم أحب دائما أستشير الناس اللي أنا جاسة أتعلم من عندهم وهم الأشخاص صراحة المؤهلين للانتقاد يعني الحين السوشيال ميديا أنت ما رح تعرفين عمر الشخص ولا تعرفين إيش هو خبرتها ولا هو خلفيتها فمو أي كلمة منها يعني أشوفها حاجة أو أرى أبدا أو تأخذ بالحسبة لأنه بالنسبة لي مجهول اللي أشوفها يعني أني لازم أكون في تعليم مستمر في تدريبات مستمرة أشتغل صح ما أتكاسل وبرضو أستشير أصحاب الخبرة من أصحاب الخبرة أو الأساتذة اللي فعلا أثروا في أروى السعودية خلال مسيرتها لما سألتك قلتيني انطلقتي من سنة بس أتوقع في أشخاص كثيرة على مدى سنين أثروا فيك طبعا كفنانين تبغين ولا كمعلمين كفنانين ومعلمين طبعا أول أحد طلال مداح الله يرحمه يرحمه أنا تعلمت منه إحساس إحساس الفنان عاطفة الفنان تعرفين على قد ما هو كبر على قد ما هو توسعت أعماله على قد ما هو نجح لكن ما ضخ ما أخذ هذا الشعور هو ستل إنسان حساس داخليا دعم كل أحد جديد في الساحة كل أحد كان يغني معاه كان يبغاه ينجح معاه كان يرى الفن وسيلة عاطفية جميلة حساسة مو حرب الإثبات حاجة أبدا إثبات الوجود أنا أشوف طلال هذه المدرسة اللي دائما 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 أرجع لها بعد كل موقف غريب أشوفه إعلاميا أنا أرجع لهذه المدرسة عندي برضو مدرسة الإحساس كله وردة الجزائرية الله وردة الجزائرية أتوقع أنها تستخدم تكنيك استرجاع المشاعر إيش اللي خلاكي يتفكر لأن لو تشوفين حفلتها مدتها ساعتين ثلاث ساعات أغنية مرة سعيدة الجمهور كله ينتشي فرح معاه أغنية مرة حزينة تبكي بعدها أغنية سعيدة ترفع الجمهور مرة فوق فهي عندها هذا الذكاء كل مخزونها العاطفي جلسة تطلعوا في هذا الحفلة فهي مدرستي وكتكنيك احترافي من ناحية اللغة ومن ناحية الركوز أم كل ثوم يعني هي المدرسة في هذا الشي وكل ما أبغى أتحدى نفسي في طريقة غناء معينة أرجع لها ومت قيم نفسك بعدها؟ لا مو أنا قيم نفسي في ناس يعني مو مشاهير بس أنهم أساتذة برضو فنياً ولهم برضو التأثير الكبير علي من ناحية غنائية يعني أنا دخلت معاهد كثير ودرست مع أساتذة كثير سواء هنا أو في مصر يعني أنا رحت مصر عشان أخذ كده دورة مكثفة مع دكتورة هناك طبعاً لها الخبرة ولها اشتغلت في برامج تلفزيونية كثيرة كانت تدرب الفنانين فلهم التأثير الكبير علي وبرضو هم الناس اللي أنا أبغى أسمع منهم الانتقادات اللي تخلي أروى أفضل للحفلة اللي بعدها وعلى سيرة الحفلات أنت غنيتي في مهرجان الغناء بالفصحة في الرياض أشاركت فيها يعني من ألمع نجوم الوسط العربي اللي غنوا أغنيات باللغة العربية الفصحة كيف كان الإقبال والحضور بين الجمهور هل حسيتي أن هذه اللحظة فعلاً الغناء بالفصحة يعود من جديد؟ أنا في الحفل صراحة شفت شغف الجمهور للكلمة وشغف الجمهور للنوع القصائد هذه وسعدت صراحة مرة أن هذا العدد كله حاب حاب هذا التوجه في الغناء وكانت بداياتي بحفلة محمد عبدو ولطفي بوشناق مليانة حديات صراحة إيش اللحظات اللي تتذكريها؟ تذكر مشاعري وقتها كنت على قدمة أنا سعيدة ومبسوطة أني أكون بين هالقامة بس برضو كنت نشفت من الخوف كانت هذه أول تجربة لي على قد ما أنا درست على قد ما أنا رحت و جيت و تعلمت و لي يعني لي مخزوني العلمي إلا أن وقفتي في المسرح بين القامات هذه و بين الجمهور النخبوي كان رهبة صراحة لحظات لا تنسى لحظات لا تنسى لكن لا تنسى إيش قالوا لك بعد ما خلصتي؟ الحمد لله يعني كان فيه استحسان كبير لكن أنا أنا رأيي بنفسي بهذه الحفلة متر ينفع أني أسب نفسي و لما ينفع صراحة ما أدعتنا هذا ممكن أنت هل تجلدي ذاتك؟ صح؟ أنا ممكن وصلني الشعور هذا دائما يعني في أشخاص أنه يكافؤ نفسهم مي كافي مي كافي أي بس يكونوا دائما يتطلعوا للمزيد و يبدو لي أنه أنت أنا هذا النوع من الأشخاص عندي أحلى عندي أفضل لا ركوزي هنا ما كان سليم لا المفروض أني هنا دخلت على هنا لا طول الوقت طول الوقت في مرحلة جلد ذاتي فنيا لا ينتهي طب هذا ما ينزع لحظات النجاح لحظات الإنجاز ما ينزع لك بالنسبة لك حتى أنت شعور أنك تعيش اللحظة بما فيها على حسب والله هي كذا تفاوت عرفتي أحيانا أنا أغرق في الجلد الذاتي وأحيانا لا أنا أكون مبسوطة لكن يعني عوفي ترى هذه الشيء مع بعض تخليني إن شاء الله أحسن إن شاء الله والقادم أجمل بإذن الله في كثير من اللقاءات اللي تضعتي فيها كنت دائما تأكد أني أبغى النقطة التوسع يعني أتوسع وأطلع عن يعني يبقى الفصحة الغناء بالفصحة أولوية لكي لكن أيضا تريد التوسع لأنه الجمهور ممكن يعني المستمع اليوم إيش أنواع الغنى والفن اللي يطلبون أغاني سوق أغاني سوق أغاني سريعة أغاني شك 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 ومدري شون صراحة أنا أغصف هذا السوق يعني هذا برضو عندي حرب داخلية من هذه الناحية السوق يبغى كذا وأنا أبغى كذا كيف أوصل بالنص فالفكرة أني أسوي حاجة يعني أسوي أغنية ما تكون 45 دقيقة سهي أغاني أول ما عندي يسمع الحين شيء زي كذا تكون ثلاث دقايق الكلاسيك البوب الفصيح عادي نقدر نقدر نجمع هذه الأشياء عشان نقدر نوصل لكل أذوق الناس برأيك إيش خرب الفن أو إيش اللي ممكن يخرب الفن حاشتين اللي هي وإن شاء الله يعني إن شاء الله أن ما ندخل فيها ولا نغس فيها ولا نتأثر منها أبدا لأنها مرة تخرب الفنان طغيان أنا الفنان الأول أنا أنا الناس تجيني من كل جهة طغيان طغيان هذا الشيء الوحيد اللي ما يناسب الفنان الفنان كائن حساس عاطفي الكائن كائن يحب يحب يغني الكلمة وهو فاهم إيش جالس يقول حرفياً هو موجود عند المايك ويسمعون الجمهور الهدف واحد بس يوصل هذه العواطف الجميلة إحنا ليش نحضر حفلات نبغى نحس بهذا الفن الجميل ما نبغى نشوف طغيان ما نبغى نشوف هذا الاحتياج الغريب اللي قاعدين نشوفه الحين في هذا الوقت وبرضه سبب ثاني بعض شركات الانتاج تتخوف إنها تسوي حاجة ما تناسب السوق ف يلا نبغى شكشكات نبغى 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 هدفها مادي بتأثر صراحة على اختيار اختيار الفنان للكلمات واختيار الفنان للحن يعني أنا هذا الشيء قاعدة اواجها شخصيا شركات انتاج كثيرة ما تحب الرؤية اللي أنا قاعدة امشي فيها ايش يقولولك وقتها الجمهور ما يبغى هذا النوع من الاغاني يقولون مو وقتك انت الناس قاعدة تمشي هنا انت قاعدة رحين مكان ثاني هذا اللي قاعدين يقولون لكن بدي هنا صراحة جهة موجودة عندنا اللي هي وزارة الثقافة وزارة الثقافة جاسين يقولون الاروة احنا ندعمك احنا معك احنا نحب اللي الجالسة تسوينا انتي ايش تبغين حرفيا انا هذا الشيء اللي قاعدة المس منهم برضو لانها لانها جهة غير ربحية ما هي ما قاعدة تبحث عن مو مثل شركات الانتاج وفيه رؤية وفيه استراتيجية واللي اهمها دعم للمواهب السعودية بالضبط فكل الشكر والتقدير صراحة اليوم هم الداعم الاول لهذا الاتجاه الفني اللي اروح حابة تشوفه اللي انا حابة اشوفه انا برضو ترى يعني ما ابغى يكون كل تركيزي فصحة انا ترى احب احب ارثنا احب احب الكلمات الشعبية اللي موجودة عندنا احب اسمع الفوزي محسون احب اسمع طارق عبد الحكيم احب اسمع شنان بشير شنان هذولي كلهم هذولي هذولي احنا هم بدايات الفن السعودي احب اسمع لهم احب الفن اللي قدمونا وازعل اذا انسى برضو فيعني انا مو كل تركيزي برضو بالفصحة انا برضو عندي تركيز في الارث السعودي ترى احنا بادين من زمان بس اعلاميا ما كنا موجودين لكن ترى كانوا موجودين في الاستراحات كانوا يغنون حاجات جدا رائعة بس السجيلات مو موجودة عندنا ما تلقينها في أي مكان في رحلة المصر كانت عندي زيارة كذا دكتور مهتم لهذا النوع من السجيلات فسمعني سمعني سجيلات طارق عبد الحكيم وسيد هاشم توقع انك اسمع يا رب نصح هذولي كانوا من اوائل اوائل الفنانين السعوديين انبهرت انبهرت في اللحن انبهرت في الاختيار انبهرت في الكلمة بس اعلاميا ما كانوا موجودين والآن اعلاميا للمواهب الصاعدة اللي مثلك يا روى ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله انا سؤالي الأخير لك يتعلق باحتفال الماستر كارد بمرور 25 عام على اطلاق برايسلس واللي تهدف في الأساس انها تربط الناس بشغفهم ولحظاتهم اللي لا تقدر بثمن السؤال هو ما هو الشيء الذي لا يقدر بثمن بالنسبة لأرواح سعودية الحب الحب ينتج حاجات مرة كثيرة ينتج لك شغف ينتج لك استمرار ينتج حاجات مرة كثيرة هل انت عايشة حالة حب حتى لو مع نفسك حب مو شرط ان يكون حب للحبيب لا 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 حب كحب كشعور الحب كشعور هو طريق الأشياء مرة كثيرة حلو جميل جدا ويبعدنا عن أشياء كثيرة بعد صحيح لو تعطينا كده بس نختم فيها مستحيل ما حقولك انه عطينا كده شيء بصوتك نختم فيه أجمل لحلقتنا اليوم أسمعكم شيء الفنانة أحب إحساسها وأحب مشاعرها برضو ما ذكرناها اليوم مجد الرومي السيدة مجد الرومي كريزما ملكة الحضور يلا نسمع يسمعوني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات يأخذوني من تحتي براعي يزرعوني في أحدى الغيمات والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات يحملوني معه يحملوني لمسائل وردي شروفات لمسائل وردي شروفات الله شوفي ابتسامتي مجد صوت جميل عذب متعدد المشاعر والأوطان واللهجات شكرا لك يا أروا الجميلة يا عبيبتي الله يخليك شكرا على الاستضافة سعيدة مرة 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 في الحلقة وأنا كذلك والله شكرا للمشاهدة